طول عمرهم كبار بازي كنت بتكلم عالمانيا فرنسا انجلترا اسبانيا طب بورتغال بشوفه منتخب كبير برضو لكن المتخبات اللي جات من بعيد اللي كانش حد يتوقع انها حتى ممكن تكون ند قوي يعني سلوفاكيا لو سألت حد في الشارع قولي اسم اثنين ثلاث لعيبة محادش هيعرف سلوفينيا نفس الحكاية جورجيا باستثناء مثلا كفارتسخيليا ده لو كان حد كمان يعرفه محادش يعرف ورغم كده المنتخبات دي ظهرت بشكل كويس جدا يعني بتقول انه الناس دي بتشتغل والناس دي بتحاول والناس دي بتقدر تطور من نفسها لانه قبل البطولة ما كانش حد ممكن يتوقع المنتخبات دي تظهر بالمستوى ده طبيعي بص المنتخبات دي اشتغلت مع نفسها واشتغلت في اطار الـ EOF الاتحاد الاوروبي لما حب يطور الكرة في اوروبا عمل ايه قالك بدل المباريات التوقفات الدولية دي لا احنا ممكن نلعب بطولة اسمها دوري الامم الاوروبية ونعملها مستويات فبالتالي معدل الاحتكاج بتاعت الفرق الصغيرة ييبقى اكبر عندك فرصة انك تنافس فتتأهل لدرجة اعلى ممكن تقابل فرق ذات منافسة اقوى من الفرق اللي تحت فبالتالي الاتحاد الاوروبي اشتغل على النقطة دي النقطة التانية برضو زيارة عدد الفرق وامكانية مشاركة الفرق دي في البطولات الاوروبية بيت النهاردة بتشوف بعض الفرق مثلا من جورجيا ممكن تلاقيه بيلعب في الدور التمهيدي البرتغال مش بس الثلاثة كبار لقت لها كمان الفرق اللي تحت وبدأت كمان الفرق دي تقدر ان هي تصدر لعيبة يلعبوا في الدوريات الاوروبية كبرى زي كفارة سخيليا مثلا زي قبلك مثلا حارس سلوفينيا ونجم سلوفينيا فبتتكلم في عدد ومهاجم كمان بتاحهم بنتشتش مهاجم بالزبط فانت بتتكلم في عدد كبير من اللاعبين قدروا انهم يحجزوا مقاعدهم في البطولات الاوروبية الكبرى دادهم قوة واحتكاك اكبر فبقى هنا النهاردة انت بتتكلم في منظومة قوية منظومة بتحتك منظومة لديها لعيبة بيلعبوا في مستويات عالية خلاص انت عندك التلات عناصر اللي يخلوك في الاخر ان انت تقدم منتق قوية وفي النهاية برضو لما بتوصل للمستوى انت متوصلش للمستوى ده انت شفت قوة جورجيا في اول مباراة اصد اسبانيا مضغوطة جدا اول عشر دايق ولكن بذات ولكن بدرت هجمة مرتدة قدرت يضغط كفارتسخيليا على مدافع اسبانيا خليها يغلط وحطها في نفسه وبعض الهجمات المرتدة برضو كانت ممكن تكتمل ولكن عنصر الخبرة وعنصر برضو الجاهزية لدى اللعيبة اللي بتلعب في التوب ليفل في اوروبا اكيد هتكون افضل من اللعيبة انت برضو مهما كان انت عندك نجمة او اتنين او تلاتة ولكن بقية الفرقة ما بيكونش عندهم نفس الكفاءة بتاع اللعبين الاتباع بس ده يمكن كل الكلام على منتخبات صغيرة مش بس بهدف ان انا اتكلم على بطولة اليورو لكن ده يخدنا النقطة تانية هل ممكن تبقى الدول الصغيرة دي بوس خلينا اتفق انه احنا بنتابع دوري انجليزي بنتابع دوري اسباني ممكن شوية جمهور لسه